بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا دروب الحياة في حلقة اليوم سنكمل حديثنا اللي بدأنا في الحلقة الماضية وتكلمنا فيه عن الحقوق الزوجية وأول ما بدأنا بدأنا بحقوق الزوج على زوجته وقلنا أن أول الحقوق الطاعف المعروف زي ربنا سبحانه وتعالى ما أمر وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأكدنا أن مسألة القوامة لا تعني تفضيل لجنس على جنس بل الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الأعلم بطبيعة ووظيفة كل جنس فلذلك أعطى للرجل وظائف تتناسب مع طبيعته وأعطى للمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها أيضا يعني المسألة هنا مش مسألة أفضلية لأن جنس ذكور على جنس نساء ربما أن يكون هناك من الذكور من هو أفضل وربما أن يكون هناك من النساء من هو أفضل المسألة لا ينظر إليها باعتبار أن هذا ذكر أو أنثى بل الكل لآدم وآدم من طراب وأصلنا في النهاية واحد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء وقبلها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فكلنا مرجعنا لآدم وآدم عليه السلام خلق من التراب فإذن مسألة القوامة هذه يعني سبحان الله الشيء العجيب أن كل الإنسان ما يتقدم في العلم كل ما يكتشف السر الإلهي الذي من أجله أعطى الله للرجل مسؤوليات وأعطى للمرأة مسؤوليات أخرى فتجد أن العلم الآن يتكلم عن وظائف المخ وكيفية عمل مخ المرأة وكيفية عمل مخ الرجل ويمكن لو تذكروا إحنا في حلقة قبل يمكن ثلاث شهور أو أربع شهور تقريبا عملنا حلقة خاصة عن المخ نفسه والفرق بين مخ الذكر ومخ الأنثى وبناء على وكان معظم حدثنا مبني ومنصب على النواحي العلمية لتوصل إليها العلم الحديث من يجد أو من يتأمل في التشريعات التي فرضها الله سبحانه وتعالى والتكليفات التي كلفنا بها يجد أن هذا هو الذي يتناسب مع طبيعة كل مخلوق الطبيعة التي خلق عليها فإذن مسألة القوامة مسألة أن الرجل بيده اطلاق هذا ليس من باب التفضيل بل لحكمة يعلمها الله وتبين لنا أن الرجل أكثر قدرة على السيطرة على نفسه لأن الرجل الجانب العاطفي لا يؤثر عليه بصورة كبيرة مثل المرأة يمكن الأمر ذا كان شائع ومعروف في مجتمعاتنا ومعروف دايما أن المرأة لما بتتعصب ولا بتنفعل ولا بتخرج عن شعورها مباشرة طلقني طلقني ولو كان العصمة في يد المرأة ومسألة الطلاق في يد المرأة لنهدمت وانخربت بيوت سريعا يعني يمكن الآن نسب الطلاق عالية أو مرتفعة لكن يعني لو كان الأمر بيد المرأة ستكون النسب أكبر ويمكن بعد ما بدأ تفعيل قوانين الخلع مع أنه حق أصيل من حقوق المرأة ما حد يعني يستطيع أن ينكر ولا أن يجادل فيه بدأت الأمور تزيد لأن فيه مشاكل والمشكلة دايما عندنا في الإسلام مش في القانون نفسه المشكلة في الأساس والمبدأ اللي تبنى وتقام عليه الأسرة لأن احنا لا نحتاج أن نلجأ للقانون إلا في حالة وجود الخلافات وفي حالة وجود المشاكل المستعصية التي ليس لها حل إنما لو الأمر مبني من البداية على التفاهم مبني من البداية على معرفة كل طرف ما له وما عليه وكل طرف من الأطراف حاول أن يؤدي ما عليه وأن يأخذ ما له بقدر المعقول وبقدر المستطاع ويعلم أنه يتعامل مع بشر يقصرون يعني الزوج يعرف أنه يتعامل مع إنسانة في البداية وفي النهاية لها طاقة ولها قدرة من الوارد بل من الطبيعي جدا أنها تقع في بعض الأخطاء وبعض التقصير وبعض المخالفات كذلك المرأة حينما تتعامل مع الرجل هي لابد أن تكون متأكدة أنها تتعامل مع بشر ينسى رجل يقع في أخطاء في أشياء كثيرة من هذه الأمور لأنه ليس أحد فينا معصوم فالمفروض أن العلاقة تكون قائمة بنا على الصفح وعلى الغفران اتكلمنا أيضا على من حقوق الرجل على زوجته ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه أن تحافظ على مالها وولدها وأن تقوم بدعمه ويمكن ذكرنا أروع وأعظم نموذج ومثال عرفته البشرية والإنسانية ألا وهو دعم السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسألة على فكرة يعني مش مجرد متح لأمنا خديجة رضي الله عنها أو ذكر شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في محاولة منا يعني أن نثبت للآخرين أن نبينا وأن زوجات نبينا يعني هؤلاء ليس لهم مثيل لا خذوا الموقف اللي مرت به السيدة خديجة في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم وارضوا على أي جانب أو أي مجال من مجالات التنمية البشرية وانظروا كيف تكون النتيجة السيدة خديجة رضي الله عنها ضربت أروع وأعظم الأمثلة على الإطلاق كيف أن زوجها يأتيها بعد أن مر بأمر في رعب وفي خوف وفي قلق لدرجة أنه قال لا يا خديجة لقد خشيت على نفسي شخص موجود في مكان مختلي بنفسه يجد أمامه صوت يجد أمامه كائن يظهر له ويكلمه ويحدثه ويضمه ويقول له اقرأ يرى أشياء عجيبة وهو أصلا في مكان منعزل في غر حراء يتعبد يعني يتفكر ويتأمل في السماوات وفي الأرض وفي خلق الله من يكون الخالق وما هي صفاته وماذا يريد منه كل هذا من باب التأمل منه صلى الله عليه وسلم يحدث له هذا الأمر هذه الزوجة لم تحاول أن تستفسر بداية من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الذي قاله يعني ما فضلتش تسأل ثانيا سيدة خديجة لم تحاول أن تشرح وأن تفسر ما حكاه النبي لها يعني ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا بل بالعكس سيدة خديجة وضعت كل هذا على جانب ثم بدأت في الدعم المباشر للرسول صلى الله عليه وسلم مبدئيا أبشر يا محمد أقسم أنه لن يخزيك الله أبدا كلا والله لا يخزيك الله أبدا لن تتعرض لأي خزي بل أنت في موقف رجل هذا الرجل كان واصلا لرحمه كان مكرما لضيفه كان وقفا بجوار المحتاج كان مساعدا لكل من يطلب منه المساعدة يا محمد صناعي المعروف التي فعلتها والتي قمت بها تؤكد وتدل على أنه لا يمكن أن يخزيك الله أبدا يعني شوف كل عبارة عن متح كل عبارة عن إشادة بالرسول صلى الله عليه وسلم وصف لأخلاق وتعاملات الرسول يا محمد هذه أخلاقك هذه تعاملاتك ومن كانت هذه أخلاقه ومن كانت هذه معاملاته لا يمكن أن يخزيه الله أبدا قدع الرسول صلى الله عليه وسلم يهدأ ويطمئن ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل الذي فصر ووضح للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما نزل وما جرى له طيب هذا كان جزء أو جانب من حقوق الرجل على زوجتي أو الزوج على زوجتي عايزين نعرف حقوق الزوجة على زوجها هل الأمر دايما كما أن بعض النساء بينظروا إليه أنت دايما بتنظر للك لما هو لك لحقك يعني إيه للمفروض أنك تحصل عليه إنما لما بنأتي للواجبات اللي عليك لما بنأتي للأمور اللي ينبغي أن تفعلها بتتهرب رجال يتهربون حتى وإن كان بعض الرجال يقومون بأداء هذا الدور لكن بعض النساء يعني يظن أنه لا يقوم بدوره فعايزين نعرف إيه الحقوق اللي للمرأة على أساس أنها تعرف حقوقها ولما تطالب بهذه الحقوق يكون في نوع من الواقعية في التعامل زي ما طلبنا أن يكون في نوع من الواقعية من الرجل حينما يتعامل مع المرأة لازم كمان يكون في نوع من الواقعية يعني ننظر لبعض على إننا بشر إحنا مش ملائكة وفي نفس الوقت لسنا شياطين يعني مش كلنا جوانبنا سيئة بل بالعكس فينا جوانب سيئة أو فينا جوانب إيجابية ورب العالمين سبحانه وتعالى لما يتكلم عن هذا الأمر قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني من وجهة نظرك متهيألك إن الأمر دشر من وجهة نظرك إن ربما إنك بتكرهها ربما إنك لا تطيق الحياة معها ولا العيش معها فتظن هذا فرب العالمين يقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يمكن في الخير لعل يكون في الخير الله أعلم ويمكن هذا ابتلاء من رب العالمين مثلا لزوج في مشاكل أو لزوجة في مشاكل ربما أن يكون ابتلاء وربما أن يكون صبر الإنسان على هذه المشاكل وعلى هذه الابتلاءات ووقوفه فيها ثابتا سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يرفعك يرفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة إن ربنا يصرف عنك سوء كبير إن ربنا سبحانه وتعالى يجازيك بالخير في الدنيا قبل الآخرة فلا أحد يعلم يعني أين الخير سبحان الله هذه حياة وإحنا بنحاول وبنجتهد ما حد يعرف فين الخير بس بنحاول دائما أن نرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا أول حق من حقوق المرأة المهر كنت كلمنا عليه في مرحلة ما قبل الزواج ونصحنا وحاولنا أن إحنا نغضح ونبين إن يعني أكثر النساء بركة أقلهن مهورا المغالا مش في المهر المسألة مش سلعة تجارية مش بيعا رجل مثلا أو البنت مثلا تظن أنها سلعة لازم مهر يكون أعلى من مهر غيري لازم مهر يكون أعلى مهر في المكان لا المسألة ليست سلعة أهم شيء العلاقة لازم تكون قائمة على المودة والإحترام الاختيار لازم يكون مبني على أساس الأخلاق ومبني على أساس الدين لأن الخلق والدين هو اللي بيفضل إنما المال بيذهب والحسب بيذهب والجاه والسلطان كل هذه الأشياء أعراض زائلة من أعراض الدنيا لن يبقى إلا دين الإنسان وخلق الإنسان وحسن تعامل الإنسان مع الآخرين الحق الثاني من حقوق الزوجة على زوجها النفق والسكن لازم الزوج يوفر له سكن مناسب يليق بها ولازم ينفق عليها نفق تليق بها نفق تليق بها من وجهة نظر الحياة اللي كانت عيشها في بيت أهلها قبل الزواج وفي نفس الوقت تتناسب مع طبيعة دخل الرجل رب العالمين سبحانه وتعالى لم يحدد في هذه النقطة إنه لازم مثلا يصرف درهم أو ألف درهم أو مئة ألف درهم المسألة مش بالكم المسألة إن كل إنسان بينفق على قدر المستطاع ويمكن في مسألة النفق تحديدا النفق في الزواج الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لينفق ذو ساعة من ساعته يعني كل إنسان بينفق على قدر ما يسره الله له على قدر ما وسع الله سبحانه وتعالى عليه لما ربنا يوسع لك وسع على نفسك وعلى أولادك لما ربنا سبحانه وتعالى يزيدك زيد على نفسك وعلى أولادك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده طيب المسألة ضيقة ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه يعني رزقه محدود الدخل بتاعه دخل محدود فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني على قدر المستطاع لن تكلف بأكثر مما تطيق ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا المرأة تكون صابرة مع زوجها إن ربنا يسر له وسع عليه سيوسع عليك وإن ضيق الأمر تحملي المال أعراض زائل من أعراض الدنيا بيذهب وبيأتي وخذ العظة والعبرة والقدوة الحقيقية من النساء المفروض اللي المفروض يكون قدوة حقيقية في حياتنا فعلا يعني أمهات المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في مرة ذهبت إليها امرأة بتسألها يعني مسكينة فقيرة أعطني شيء يعني آكله وأطعم أولادي وشيل طفلين صغيرين معها على كتفيها تخيلوا السيدة عائشة تدخل بيتها بيت محمد عليه الصلاة والسلام تبحث عن شيء في داخل البيت فلا تجد ما وجدتش إلا طمرة فأخذت الطمرة وأعطتها للمرأة فالمرأة شقت للطمرة نصفين أسمتها نصفين وأعطت لكل ابن من أبنائها نصف طمرة تخيلوا بيت النبوة لا يوجد فيه إلا طمرة تخيلوا إنها كانت بتحكي وتقول كان بيمر علينا الثلاثة أهلة في شهرين يعني شهرين تخيلوا شهرين 58 يوم أو 60 يوم على حسب أنتوا عارفين الشهر الليجرية مرة تيجي 29 مرة 30 الله أعلم على حسب رؤية الهلال هذه المدة الزمنية ولا يوقد في بيت رسول الله نار ما بيولعوش نار يعني عارفين داكنا يعني يعني ما بيطبخوش ما فيش طبيخ ما فيش أي طعام بيطهى بيطبخ بيجهز دا بيت مين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهات المؤمنين كنا صابرات ولما ربنا سبحانه وتعالى وسع على نبيه وكانت الأموال تأتيه والغنائم تأتيه الرسول ما كان يبقي لنفسه شيء بل كان يوزعه بين الناس قبل أن يقوم من مجلسه لا يبقي للنفس حتى لبناته سيدة فاطمة في مرة طلبت منه خادم وجاء النبي سبي وزعه وفرقه النبي ولم يعطي حتى لابنته فنساء النبي يعني في مال موجود وربنا وسع لنا رسول الله وسع علينا يا رسول الله زدنا في النفقة فاجتمعوا وتكلموا مع بعض فتنزل الآيات من رب العالمين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما دول القدوة فعلا نساء النبي مش أي نساء أخريات لو في نساء فاضلات صالحات صابرات راضيات وعلى فكرة الحياة بتعلمنا الكثير والكثير كم من النساء صابرنا على عسر أزواجهن ولما ربنا سبحانه وتعالى وسع على أزواجهن أزواجهم كانوا شيلين لهم هذا الأمر هذا المعروف فده اللي بيبقى ده اللي بيبقى يبا لازم المرأة تكون صابرة وراضية بمستوى الحياة اللي زوجها موجود فيه وما تضغطش عليه بصورة أكبر نطلع فاصل ونرجع نكمل إن شاء الله باقي الحقوق اللي للزوجها على زوجها أهلا بكم مرة أخرى يبا إذن المسألة معنا كانت قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مسألة النفقة والسكن وإن المرأة لا بد أن تكون صابرة راضية تتحمل مع زوجها أعباء الحياة اللي بتقبلهم واللي بتصادفهم وإن صبرها سبب إن شاء الله في نجاح زوجها دعمها لزوجها وصبرها عليه وعدم الضغط عليه وعدم تحميله ما لا يقدر وما لا يستطيع كل دا من الأمور اللي لا يمكن أبدا أن ينساها الزوج لزوجته ولما الأمور بتتغير والظروف بتيسر معهم بتكون هي الست اللي تحملت الكثير والكثير بتكون هي المعززة والمكرمة بتكون هي صاحبة الأصل بيكون لها مكانة خاصة ليه؟ لأنها تحملت الكثير والكثير لا يمكن أبدا يعني ما نتخيل ممكن سبحان الله بعض الناس يكونوا ناكرين للجميل وناكرين للمعروف موجود أنا مش بقول إن كل الناس ملائكة ولا كل الناس بتحمل الجميل وبتحمل المعروف في بعض الناس لكن قليل من الناس وبعدين ليه بننسى؟ إن حتى من يتنكر لمن صنع له المعروف اللي بيعمل المعروف وبيعمل الخير جبل ما بيعمله للناس هو بيعمله الرب الناس فحنا مش منتظرين المقابل من الناس حتى وإن كان من أقرب الناس يعني الزوج لما بيحسن إلى زوجته أنت ما تنتظرش المقابل منها رقم واحد لا أنت بتعمل هذا أولا لله ثم بعد ذلك هي هل جزاءه الإحساني؟ إلا الإحسان وأنت أياتها المرأة الصالحة الطيبة أنت لما بتتعامل مع زوجك وتعطي حقوقك أنت بتعملي هذا إرضاءا لله سبحانه وتعالى أولا لو رد هذا المعروف بالمعروف ده فضل ونعيم وسعادة الاثنين على فكرة بيعيشوها لو تنكر لهذا الأمر فاعرف إن في رب سبحانه وتعالى لن يضيعك أبدا وعرف إن في رب لن يتنكر أبدا لمعروفك ولا لجميلك ولا لصبرك ولا لتحملك بل كل ده بيكون موجود ومكتوب في ميزان حسناتك وربنا سبحانه وتعالى سيعوض عليك في الدنيا قبل الآخرة تأكدوا من هذا عمل المعروف ما بيضيع أبدا عمل الخير لا يمكن أبدا أن يضيع سيظل وسيبقى عمل الخير هيفيدنا في حياتنا عمل الخير هيفيدنا في آخرتنا سواء كان من الرجل أو من المرأة المسألة هنا كتير من الناس يقول طيب ما شوف طلعت ناكرة للجميل شوف طلع قليل الأصل وإحنا ليه بننسى إن إحنا بنتعامل مع إله أولا قبل ما نتعامل مع البشر ليه معظم نظرتنا بتكون للناس فكتير مثلا لو الناس أثنوا علي ثناء طيب يا تجد أن خلاص هبدأ أشتغل أكثر وأعمل بجد وأعمل باجتهاد لو الناس انتقدوا أو حتى أخطأوا في حقي أو عملوني معاملة سيئة لا والله ما يستهلوش خسارة فيهم ماذا للشيء ليش أتعب نفسي وأنا اللي عملت وسويت وسويت وأنتم ما تستهلون يا أخي إذا كانوا ما يستهلون فأنت تستاهل أنت تستاهل أنك تنال الأجر أنت تستاهل أنك تعمل الخير أنت تستاهل أنك تتقرب وتشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم العظيمة اللي أعطاك إياها عفوا ليه؟ لأن أنت في نعمة والنعمة تحتاج وتستوجب منك أن تقوم بشكرها فلازم شكر النعمة يكون بأدائك وتفاعلك وجهدك ونشاطك مع أولا في بيتك وفي خارج بيتك مع كل أطراف المجتمع بسم بلدك من أجل أن بلدك تتقدم وتنمو فأنت هنا لا تنظر للناس أنت مش مستنى رد فعل الناس وإلا يعني الخوف أن احنا نكون داخلين في باب الرياء أن أنا بعمل العمل عشان الناس تثني علي خير أو أكون بعمل من أجل الدنيا أن أنا والله أحسنت إليك مثلا أو وقفت بجانبك وساعدتك عشان تقف بجانبي وتساعدني بعد كده لما أحتجلك لا مسألة أكبر وأبعد من هذا طيب تعرف أنك مثلا لو ساعدت إنسان في مقابل أنك لو احتجته يساعدك لو جاي ومساعدك خلاص ما لكش أي فضلة ولا إحسان أنت عملت عشان يقف بجانبك وهو يف بجانبك عملت عشان يساعدك وهو ساعدك الخير اللي أنت عملته رد إليك رجع إليك منتظر إيه؟ هتيجي يوم القيامة وتقول يا رب أنا فعلت كذا وكذا رب العالمين هيقول لك كذبت إنما فعلت ذلك ليقال أو ليعود أو ليرد إليك وعد إليك ورد إليك منتظر المقابل ليه؟ إنما لو غرضك وغيتك ونيتك أصلا لله سبحانه وتعالى رقم واحد مسألة ثناء الناس عليك أو رد الفعل من الناس سواء كان رد فعل إيجابي أو رد فعل سلبي بيجي في المرتبة التانية أنا مش هقول إن إحنا ما بنفرحش لما الناس تثني علينا بالخير لا بالتأكيد إحنا بشر بنفرح وما بنتأثرش لو الناس مثلا ما عملتناش معاملة طيبة لا بنتأثر طبعا لأننا في الأول وفي الآخر بشر بس على فكرة هذا الأمر بيؤثر فيها نفسيا طبيعي جدا إنما هل ده بيخليني أني أتراجع مثلا عن عمل الخير؟ لا يمكن أبدا أني أتراجع فنفس الفكرة ونفس القصة نحن بنتكلم على الزوج والزوجة يا أياتها المرأة أنت قبل ما بتعاملي زوجك أنت بتعاملي رب زوجك ربنا هو المطلع عليك وأنت أيها الرجل قبل أن تتعامل مع امرأتك أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى لذلك دايما إحنا بنقول اتق الله فيها اتق الله فيها يعني عامل ربنا سبحانه وتعالى فيها وبنقول لها اتق الله فيه يعني معاملتنا الأول بتكون لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بتكون لمن؟ بتكون للطرف الآخر للشريك اللي موجود معنا واللي عايش معنا إنما رد فعله لن يجعلنا نغير ونعدل من أخلاقنا نحن الحمد لله أخلاقنا طيبة تعاملتنا معاملات طيبة بنحاول بنجديد أن نفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى طب رد الفعل كان رد سيء سأظل يعني معناه إيه؟ إن أنا هعمل اللي يغضب ربنا عشان مثلا الآخرين أو الطرف الآخر عمل معي عمل أغضبني وأزعجني لا المسألة هنا أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى أولا فدي النقطة مهمة جدا أيضا من حقوق المرأة على زوجها المعشرة بالمعروف وحسن الخلق لازم الرجل يكون حسن الخلق معه ما ينفعش يكون في إهانة ما ينفعش يكون في تجريح ما ينفعش الأمر يمتد لمسائل أصعب وأكبر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم تذكروا الحسن البصري عليه رحمة الله سيد من سادات التابعين قابل الكثير والكثير روى عن أكثر من سبعين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم واحد راح بيسأله يا إمام أزوج بنتي من مين من رجل تقدم لابنتي واحد غني تقدم لابنتي واحد عنده منصب تقدم لابنتي واحد فقير فهو ما سأله عن طبعتهم ولا هو قال له إيه قال له إن اليهود كانوا بيزوجوا على المال الغني يعني والنصارى بيزوجوا على الحسب والجاه شوف إنت عايز تزوج على أساس إيه فقال له أنا جاه يسألك أريد منك أن تعطيني إجابة فقال له زوجها ممن يتق الله صاحب الخلق صاحب الدين إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها لأن المشكلة على فكرة مش في الحب بالعكس لما بتكون العلاقة طيبة بين الطرفين عمرك ما بتسمع لهم صوت خلاص لتنين متراضين مع بعض حتى وإن كان هناك بعض المناقصات والمشاكل الأمور مشية الحياة مشية مستمرة الحياة مشكلة لما تحصل أزمة مشكلة فعلا تتحول لأزمة تبدأ تسمع الأصوات هنا ففي حالة الحب وفي حالة التراضي خلاص مش محتاجين أصلا حد يدخل بينهم إنما المشكلة ساعة الخلاف على فكرة إحنا أخلاقنا ما بتبانش إلا ساعة الخلاف ساعة الغضب الحقيقي للأسف فينا طباع سيئة كثيرة جدا بنفقد الكثير والكثير من أخلاقيتنا بنفقد الكثير والكثير من حسن تعاملنا بدافع وبحجة الغضب والخروج عن الشعور وعدم الإحساس لازم يكون فيه سيطرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد القوت جد الذي يملك نفسه عند الغضب المرأة اللي فقدت ابن من أبنائها وكانت حزينة جدا وبتبكي عليه فالرسول مر عليها يقول لها اتقل لها واصبري فجلت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي يعني لو أنت مكاني كان زمانك هي ما تعرفش إن ده الرسول فلما ذهب الرسول الرسول أعرض عنها ومشيه خلاص ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يطيل معها في الكلام يعني حتى لا تقع في الخطأ وأنتوا عارفين أي خطأ في حق رسول كبيرة من الكبائر شيء صعب جدا يعني فرجعت للرسول لما عرفت فبتعتذل سامحني يا رسول الله لم أعرفك فالرسول قال لي إنما الصبره عند الصدمة الأولى الأمر في بدايته أحيان كتير بنمر من مواقف صعبة الإنسان بيفقد أعصابه بينفعل بيقول كلام صعب جدا بيندم عليه لا يرضى يحاول إنه هو يعترض أحيانا مثلا ممكن إنه هو يخطئ في حق الآخرين يقول كلام هكذا وبعد ما يهدى شوية يبدو يقول لك أستغفر الله سامحني يا رب أنا غلطان طب كن فين الكلام ده من البداية القوة الحقيقية مش بعد ما تعمل كل ده ترجع مرة تانية لنفسك وتقول يعني خلاص أنا راضي أو أيوة فعلا ما هو أنت لو مرضيتش هتعمل خلينا نخدها بمنطق كده حصلت كارثة حصلت مصيبة وحضرتك مرضيتش ما عجبكش الموقف هتعمل إيه هتعترض على ربنا اعترض يا سيدي ماشي خليك اعترض إيه لا يحصل هل ممكن إنك تغير في قدر الله يعني يعني أعتقد أي إنسان عاقل يقول لك لا ما يقدرش ليه لأن الأمر خلاص تم الكارثة نزلت والمصيبة حصلت سواء كانت بفقد مال أو بفقد عزيز خلاص الأمر انتهى اللي بيموت ما بيرجعش تاني سيبدأ الإنسان يفكر خلاص صح اللي مات مش هيرجع تاني طب أنا أعمل طب أرضى الحمد لله سمحني يا رب توب علي يا رب اغفر لي يا رب من كرم ربنا علينا أن هو غفور وبيغفر لنا مهما نعمل والله بيغفر لنا إنما المشكلة والضعف فينا إحنا بعد إيه المفروض إن إحنا نستحي من نفسنا وكون عندنا إيمان وثقة بالله ورضى بقضاء الله سبحانه وتعالى فإذن المسألة مسألة التعامل الطيب ما فيش مبرر للإنسان ما تحاولش تبرر لنفسك لما تجع في غلط اعترف وجل أخطأت إذا أخطأت في حق زوجتك قل له أنا آسف أنت مش كبير على فكرة على الاعتذار وعلى الخطأ أنت مش كبير إنك تغلط الرسول جاب أبو بكر عشان يحكم بينه وبين السيدة عائشة وجع عدوه في المنتصف والرسول هنا والسيدة عائشة هنا والرسول بيقول لها تكلمي أنت أو أتكلم أنا بيعرض عليها مين فينا يتكلم الأول السيدة عائشة تقول له تكلم أنت يعني يبدأ ولا تقول إلا حقا يعني ما تغيرش في الكلام فأبو بكر يزعل ويغضب يقول لها يا عدوة نفسها أو يقوله رسول الله غير الحق والصدق إيه اللي حصل لك إزاي تقولي الكلام ده هل ممكن أن الرسول يقول غير الحق والصدق فيجوم أبو بكر عايز أنه يقدبها على الكلام اللي جالته فتروح تحتمي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيحميها النبي يقول له يا أبو بكر ما جئنا بك من أجل هذا إحنا مش جايبينك عشان ده يا أبو بكر فإذن حسن العشرة بين الاثنين ربنا سبحانه وتعالى سمى العلاقة اللي بين الرجل وبين المرأة الزواج ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا حتى في حالة الخلافات أخلاقنا ما بتظهرش إلا في وقت الشدائد وفي وقت المشاكل حسن العشرة وحسن التصرف في وقت المشاكل هو اللي بيجعل كل طرف يندم ويعرف فعلا أن الطرف الآخر طرف أصيل طرف عنده أخلاق طرف بيعرف إزاي يختلف طرف بيعرف إزاي يتصرف عندما يقع في مشكلة يعني ما بتخرجش تطلع أسراره ما بتتكلمش مثلا عليه بسوء لا بالعكس بتحاول إنها تلملم هذا الموضوع إنما تخاله لما تقع مشكلة ويحصل إن ده يتكلم وده يحكي وده يقول صفات سيئة وهي تقول صفات سيئة هل متوقع إن ممكن يرجع ويعيشوا مع بعض تاني طب لو رجعوا وعاشوا مع بعض تتوقعوا إن هما يكونوا زي الأول ولا خلاص في شرخ كبير في شيء انكسر مش ممكن إن هو يتصلح ويرجع مرة تانية صعب جدا حسن العشرة قيمته الحقيقية تظهر في أثناء الحياة وفي وقت الأزمات وفي وقت الشدائت لما اللاجي إن الرجل بيدعم زوجته لما اللاجي إن المرأة وقفة مع زوجها وقفة قوية بتسنده بتدعمه بتجعله مطمئن على نفسه مطمئن على أولاده ومطمئن على عرضه مطمئن على ماله مطمئن على كل شيء تجد إن الرجل بيطلع بينطلق بيعمل بيشتغل خلاص بالنسبة له الأمر هو مطمئن الجبهة الخلفية بتاعته تمام؟ أو الجبهة الداخلية بتاعته متطمن عليها 100% إنما تخيل لو واحد مثلا في حالة حرب ومش متطمن للجبهة الداخلية اللي عنده لا يمكن ينتصر أبدا الهزيمة بتجي من الداخل أقوى وأصعب شيء على الإنسان الهزيمة الداخلية اللي بتجي من داخل بيته اللي بتجي من داخل أسرته فسر القوة بيكون من الداخل ولو اجتمع عليك العالم كله هتحس إنك قوي أعرف ليه؟ لإن جبهتك الداخلية لإن بيتك لإن أسرتك قوية وقفة معاك وبتدعمك سمحولنا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الحقوق اللي بين الرجل وبين المرأة أهلا بكم مرة أخرى طيب إحنا قبل الفاصل اتكلمنا على نقطة من النقطة المهمة جدا اللي هي المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق واللي المفروض إن ده حق من حقوق المرأة على زوجها لازم يعاملها معاملة طيبة حتى في حالة الخلاف حتى في حالة الوصول للفراق أو للطلاق ما ينسوش إن كان في يوم من الأيام بينهم معروف ما ينسوش إن كان في يوم من الأيام بينهم فضل ما ينسوش إن هم في يوم من الأيام كانوا ستر لبعضهم البعض ربنا سبحانه وتعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم مهما حصل الرجل رأى من المرأة ما لم يره غيره لا أبوها ولا أمها ولا أي حد وهي رأت منه ما لم يره يعني أي أحد آخر غيرها خصوصية علاقة قوية جدا طبعا يعني المفروض إن يكون في صبر وفي تحمل من الأطراف حتى لو وصلنا لمرحلة الفراق ما ننساش ده مش عايزين الغضب يحول الأمر لحقد والكره بين الطرفين ودايما في النهاية اللي بيكون خسران لو في أولاد بيكون هما الخسرانين وكمان الزوج والزوجة بيكونوا خسرانين عارفين ليه لأن اللي بيطلع من تجربة وكله حقد وكله كره تجاه للطرف الآخر بتنعكس على حياته ما بيكونش راضي هي بتكون ناقمة على جنس الرجال هو بيكون ناقمة على جنس النساء أحيانا الأمر بيتحول لرغبة في الانتقام استغلال للقوة ممكن أنها تستغل أي عامل من عوامل القوة موجودة في إيدها أولاد النفقة المحكمة تستغل أي شيء وهو في نفس الوقت ممكن يستغل أي نقاط قوة موجودة في إيده حاجتها إليه عدم قدرتها على النفقة على أولادها عدم قدرتها على المسيرة مع الأولاد لأن في بعض الأحيان الأولاد بيحتاجوا الأب زي ما في بعض الأحيان بيحتاجوا الأم يعني إيه في بعض هو طبعا في كل الأحيان محتاجين بس في مواقف لازم الأب هو اللي يتصرف فيها يا أما أن المرأة تتصرف بصفة الأب باعتبارها أب فعلا مش بصفات الأم لا هنا لازم تكون رجل في الموقف ده وهو في بعض الأحيان محتاج أنه يتعامل بحنان وبرحمة لو الأم مش موجودة طبعا لن يؤد الدور وهي أيضا لن تؤد الدور لذلك أن أفضل الأشياء أن الحياة تستمر بين الطرفين لو وصلوا لهذه النقطة ولهذه المرحلة هنا حسن الخلق بيظهر هنا الأدب الدين اللي تكلمنا عليه وإن كرهها لم يظلمها الأمر مش هتحول لظلم مش هيسيبها تكون معلقة مش هيمنعها حق من حقوقها مش هيفتري عليها ده أمر مهم جدا الإنسان وده نصيحة للزوج على فكرة قبل ما تتزوجي فكري وانت بتختاري كويس اختاري إنسان تعرفي كيف سيختلف معك قبل أن يتفق مش مهم أنك تختاري إنسان يعني مش مهم أهمية كافية أنك تختاري إنسان تقولي إزاي هعيش معه أيوة هعيش معه بالطريقة دي لا ده مهم جدا إنك تحط في ذهنك إنك تعرفي لو اختلفنا مع بعض إيه لا يحصل فيش مانع على فكرة من هو يسألها من هي تسأله لو وصلنا في يوم من العمل طريق مزدود وعلى فكرة وعلى فكرة ده شيء جائز جائز وارد في كل الدنيا تعرفين إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق طلق حفصة وجاء وجبريل وقال يا محمد راجح حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة فوارد جدا إنه يحصل فيش حاجة مستبعدة كل شيء وارد تبلغ حصل سؤال على فكرة ودايما الإنسان اللي عايز ينجح لما بيدخل أي مشروع جديد أو شراكة جديدة أو تجربة جديدة بيفترض الأسوأ طب لو حصل أسوأ شيء هتصرف إزاي لما بتفترض الأسوأ وبتحاول إنك تضع حلول ونقاط بتبين وبتوضح إيه المخرج صدقني هتنجح مش معنى إنك هتستهتر وتقول إيه يعني لو حصل مثلا منعامل حسابي لا بالعكس ده معنى إن فيه عندك تفكير وفيه تخطيط وإن حتى لو حصل أسوأ سيناريو محتمل فأنت مش هتنتهي مش هتتدمر الحياة مش هتوقف يا في كل الأحوال الحياة تستمر وهتمشي وهتكتمل لكن استمرار الحياة هيكون استمرار بنجاح وبصعود ولا استمرار وقف في مكاني بل وترجع للخلف هو على فكرة الرجل لو تدمر وقف في مكانه أو رجع للخلف ده بيأثر عليه وبيأثر على أولاده وبيأثر على كل المحيطين من حوله والمرأة أيضا لما بتدمر نفسيا ما بتدمر نفسها وبتدمر أسرتها بتدمر كتير من المحيطين من حولها فيش حاجة سمعني أنا بعمل اللي يهمني أو اللي أنا عايزه وأنا حر وما حدش ما تضرر مني مين قال كده انت كاين اجتماعي مش عايش في صحراء ومعزول عن الناس بالعكس انت موجود فيه ناس بتضرر بالضرر اللي بيقع عليك والضرر اللي بيقع عليك أياتها المرأة فلازم يعني يكون عندنا بعض نظر في هذه النقطة ان اختار انسان اعرف ان في اسوأ الظروف لو اختلفنا مع بعض هيتصرف معي ازاي هيظلمني هيفتري علي ولا سيتعامل معي معاملة زي ما الاسلام أمره هيتقل لا فيي ولا لا طيب إيبه احنا اتكلمنا عن المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق معانا كمان حق المبيت والمعاشرة بعض الناس بيتركوا زوجتهم كالمعلقة بحجة العمل بحجة السفر بحجة الزهد في الدنيا كل دي من الاشياء الموجودة الرسالة واضحة إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا إزاي يعني؟ يعني ما ينفعش تعرفين إحنا مخلوقين أصلا في الدنيا ليه؟ إيه سبب وجودنا في الدنيا؟ عبادة ربنا وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون طيب نعبد ربنا عن طريق عمرت الكون وعن طريق الزواج والتكاثر والتناسل ففي الأساس الرسالة اللي أنا جاي من أجلها عبادة ربنا طيب هل معنى كده إن ربنا أمرني إن كل أعمال تكون عبادة بس؟ يعني تخيل أنت مخلوق ودورك ورسالتك في الحياة عشان تعبد ربنا طيب هل ربنا أمرني إن أترك كل شيء وأعبده بس؟ ما عملش إلا عبادته؟ لا مع إن دورك الأساسي ورسالتك في الحياة العبادة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطلك المساحة عندك اللهو وعندك اللعب طبعا من المباح وفي حدود وفي إطار عندك إنك تأخذ من متع وشهوات الدنيا بالطريقة الحلال ما فيها أي إشكالية عندك الشيء المباح الحلال الطيب أشياء كثيرة جدا جدا وعندك الأوامر اللي ربنا أمر بها وعندك النواهي اللي ربنا أمرك إنك تبتعد عنها عندي حلال عندي حرام وعندي حاجات في النص اللي في النص المباح ده كتير جدا جدا ده أغلب شيء يعني الأوامر تحس إنها معدودة الأوامر اللي عليها والفرائض اللي عليها النواهي كمان تحس إنها معدودة حاجات معدودة يعني محددة اللي في الوسط كله ده المباح طيب إذا كانت دوري ورسالة العبادة ومع ذلك بعمل كل شيء هل ينفع إن أنا أجي في حياتي وخليها كلها للعمل ما ده غلط هل ينفع إن أنا أجي في حياتي وخليها كلها البيتي ده غلط لأن على فكرة الحياة مش بيتك بس طيب هل ينفع إن أخلي الحياة كلها نفسي نفسي مش هينفع ما هو أنت لو كنت أناني يعني بتحب نفسك وبتفضلها على الآخرين ومالكش أي علاقة بالآخرين أنت كده تكره نفسك وأنت مش داري وإن شاء الله إن شاء الله في معانا حلقة بإذن الله تكون حلقة متميزة جدا عن الأنانية عن حب النفس حب النفس الحقيقي إزاي أحب نفسي لإنتوا عارفين ده من يقولك حب نفسك حب نفسك حب نفسك هنعرف إزاي نحب نفسنا هنعرف إزاي إن حبك لنفسك لازم يعني هو مفهوم كبير جزء منه في داخله حب الناس والتفاول والتعاون مع الناس إن شاء الله بواعدكم بإذن الله يكون عندنا حلقة متميزة جدا لإن نظرت كتير من الناس نفسي 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 طيب عايز نفسك هنعرف إزاي إيه الطريقة اللي نحب نفسنا بها بس تكون طريقة صحة ما تكونش طريقة غلط يعني إيه يعني أنا عندي جوانب موجودة في الحياة ما ينفعش أن جانب يطغى على جانب جانب يأثر على جانب آخر إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وأبو الدرداء فسلمان كان بيذهب لأبو الدرداء لزيارته سلمان رجل زاهد في الدنيا ويعني كان من فقراء من أهل الصفة ما عنده مال ولا أشياء كثيرة فقير أبو الدرداء رجل معروف من الأنصار وكان رجل زاهد كمان في الدنيا وطائع وعابد لله ففي يوم أبو الدرداء سلمان رحل يزور أبو الدرداء فشاف أم الدرداء بتنظف أو بتعمل أشياء برى البيت كده حوالين البيت يعني بتاع فشافها في صورة ثيابها متسخة مش مهتمة بشكلها ولا بمنظرها حالتها وهيئتها رثة يعني مش منظر زوجة مش منظر امرأة المفروض يعني أنها تكون من الضقفة نفسها أفضل من هذا فأول ما بصلها تعارفين فكرة أن الرسول يؤخي بينهم كان زمان الإخاء دائي في بداية الهجرة يعني اللي يموت منهم يورث التاني شوفوا لدرجة إيه لما الرسول آخى بين المهاجرين والأنصار فأول ما شافها بحكم أنه هو أخو زوجها يعني رجل يريد مصلحتها قال ما هذا يا أم الدرداء إيه ده إيه الشكل ده إيه المنظر ده هل ده مقبول منك كزوجة أنك تكون بالشكل ده وبالهيئة دي ما ينفعش يا أم الدرداء كده فأم الدرداء ردت عليه قالت له يا أخي يا سلمان أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء أخوك أبو الدرداء نهاره صائم وليله قائم يعني بيصوم النهار وبيقوم الليل طيب أنت عايزني أني أنظف نفسي وأنني ألبس وأنني أهتم بنفسي المين هو ما بيبصش أصلا مالوش رغبة في النساء فقال كيف هذا تعجب نهاره صائم وليله قائم طيب نشوف داخل أبو الدرداء وسلم على أبو الدرداء أم الدرداء حضرت لهم الطعام وتفضلوا باسم الله كله فسلمان بيمدي إيده لا أبو الدرداء ورا ما لك أبو الدرداء مش هتاكل معايا قال له إني صائم صح يبقى إذن كلامه أبو الدرداء صح صحيح قال له سلماني والله لا أكل حتى تأكل والله ما أنا واكل إلا إذا كلت معي إحنا مش في رمضان الأمر مش فرض عليك ده صيام تطوع وصيام نافية لو عندك ضيف يا أخي يعني هتيجي تقول صائم معناه إيه مش عايزه يأكل مثلا ولا إيه فاتطر أبو الدرداء وأكل جال خلاص أصوم يوم تاني مكانا لما جاء الليل سلمان دخلي نام فسمع صوت برا من سلمان بيقول من فقال أنا أبو الدرداء أنا رجل في بيتي بتحرك في بيتي يعني قال ماذا يا أبو الدرداء يعني انت رايح فين دلوقت قال له أصلي فسلمان ده احنا لسه دخلين ننام ما نمنى قال يا أبو الدرداء نام الآن كمل نومك ده مش وقت صلاة فنام أبو الدرداء شوية ساعة وبعدين قام عشان يتوضى ويصلي فسلمان سمع صوت من أنا أبو الدرداء يا أبو الدرداء كمل نام الآن بعد شوية أبو الدرداء رح في النوم لما جاء الثلث الأخير من الليل قبل الفجر سلمان هو اللي نادى يا أبو الدرداء هو اللي بيصحمن النومه يا أبو الدرداء يا أبو الدرداء قال نعم قال قم الآن فصلي قم تنمت كفاية قم الآن صلي فقام صلى وبعدين صلى ذهبوا الاتنين عشان يصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشين في الطريق سلمان بيدولوا رسالة سلمان الفارسي رضي الله عنه الرجل المستشار الحكيم صاحب فكرة حفر الخندق الرجل المجرب اللي راح وسافر وبيع وتعامل مع قساوسة وتعامل مع ناس كتير إلى أن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب خبرة وتجربة في الحياة هذا الرجل يعني الباحث عن الحقيقة رضي الله عنه وأرضاه قال له يا أبو الدرداء إن لربك عليك حقا يعني من ناحية العبادة ومن ناحية الطعام وإن لزوجك أو لأهلك عليك حقا يعني لازم إنك تتفاعل معها لازم توطيع حقها الطبيعي وإن لجسدك عليك حقا يعني لازم تنام وترتاح لأنك لو ما نمتش وما رتحتش مش هتقدر تؤدي ومش هتقدر تعمل لا هتقدر تؤدي حق ربك ولا هتقدر تؤدي حق أهلك ولا هتقدر تؤدي حق مجتمعك ولا هتقدر أنك تخرج وتجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو الدرداء أعطي كل ذي حق حقه فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام صدق أبو الدرداء صدق أبو الدرداء صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام دي كانت أهم الأمور اللي بتتعلق بمسألة حقوق الزوجة على زوجها يعلمها كمان أمور دينها يغير عليها يحسسها أنه بيحبها من حقوق المرأة أيضا باقي معنا إن شاء الله حلقة هنتكلم فيها عن الحقوق المشتركة اللي بين الطرفين التناصح اللي بينهم عدم إفشاء الأسرار صدق المودة الحوار الواقعية ده إن شاء الله بإذن الله بنوعيدكم هيكون معنا في الحلقة القادمة وصلنا وإياكم مشاهدين العزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على وعد بلقاء جديد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة